طيب لماذا لا يتم تحسين هذا؟ يعني إغلاق هذا الباب يعني مبدأ الباب الذي الباب اللي بيجيك منه الريح سد واستريح تحسين معاش الناس حتى لا يخرج وينبري شخص للناس ويقول لهم أن هذا طيب مصطفى ريو الجاهل وهو سعيد بجهله ويكرر في جهله ويكتر فيه يعني حقيقة ولا يستحق الرد أو الانتباه إليه يعني 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 العالم ده قدامك يا أخي شوف قدامه في مرض اسمه كورونا في فيروس ولا ما فيه ماتوا كم 2 مليون 130 ألف موتى شوف البلاد يعني يعني ليش مدى؟ كثير من المحسولين يقولون أنه لا توجد كورونا في السودان يعني كيف ترد عليهم؟ هؤلاء ناس يعيشوا خارج العصر خارج التاريخ عشان كده لما وصفتمش ما شتمته لكن هذا رجل جاهل وهو سعيد بجهله ويكرر ويكتر في جهلي ومعه آخرون ولا يستحقون النغاش والرد